عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لا في كيفما تعاوتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة اليوم بيج نحكيه على خالية الأزمة اللي تبحث في سبل في ترفيع مخزون الأكسجين بالمستشفات بعد الليلة المرعبة والمخيفة جدا في سوسا ولو لا ألطاف الله ورئيس الجمهورية أرسلهم الجيش على عين المكان هز الأكسجين كانت تصير كارثة كبيرة ترأس وزير الصحة الدكتور فوز المادي السابق جويل 2021 جلسة عمل خالية الأزمة لمجابهة ارتفاع الحاجية من مادة الأكسجين وتضمن جد الأعمال الجلسة النظرة في كافة السبولة الكفيرة بالترفيع في المخزون على المدى القصيرة والمتوسطة للمؤسسات الاستشفائية بالجمهورية التونسية نقض كين نتكلم حتى تمتنس الكل هذه كل يوم اجتماع ويذكر أن خالية الأزمة تضم ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة النقل ممثلين عن شركة إيرليكيد والجازة لصنع ترويج مادة الأكسجين وهي في حالة انعقاد دائم منذ أكثر من أسبوع لمتابعة احتياجات المؤسسة الاستشفائية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضاميا انتواصل تزويدها بميدة الأكسجين لسيمة من خلال الترفيع في المواد الذاتية المتأتية من الانتاج الوطني وأيضا من خلال توريط إيميات إضافية من الدول الشقيقة والصديق وهي ذلك الكل من زينا نقصين لأن الاستهلك على الأكسجين كبير برشا وضغوطات كبيرة ما تنسي وش لايك وشتراك وتفيد الجرس ونقولكم باي باي